الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا رؤية الطماطم المطبوخة في المنام علامة على تيسير الأمور والأحوال الأيام القادمة في حياة صاحب الرؤية والله أعلم حلم الطماطم المطبوخة في المنام إشارة على تخلص صاحب الرؤية من الأزمات والمشاكل التي يعاني منها فترة من الوقت والله أعلم إذا رأت المرأة المتزوجة الطماطم المطبوخة في المنام علامة على الرزق الذي تحصل عليه هي وزوجها الأيام القادمة والله أعلم رؤية الطماطم المطبوخة في المنام بشكل عام علامة على الأموال الوفيرة والخيرات التي يحصل عليها صاحب الرؤية والله أعلم من يرى في المنام أنه يقوم بشراء الطماطم الخضراء علامة على اتخاذ القرارات السريعة في حياته حلم الطماطم الخضراء في المنام علامة على التصرع في اختيار شريكة الحياة وعليه الصبر حتى يجد الزوجة الصالحة والله أعلم رؤية الطماطم الخضراء في المنام علامة على الأزمات والمشاكل التي يعاني منها صاحب الرؤية والله أعلم حلم الطماطم الخضراء في المنام إشارة على وجود بعض الأزمات في الحياة والله أعلم من يرى في المنام أنه يأكل الكثير من الطماطم علامة على السعادة القدمة له في الحياة والله أعلم من يرى في المنام أنه يقوم بصرقة الطماطم علامة أنه يخطط لمستقبله بشكل جيد جدا والله أعلم حلم صرقة الطماطم في المنام علامة على كسرة الأفكار التي يسعى صاحب الرؤية لتحقيقها في الحياة والله أعلم من يرى في المنام أنه يصرق الطماطم علامة على الرزق الذي يحصل عليه بعد تعب شديد في حياته والله أعلم صرقت الطماطم في المنام بشكل عام دليل على الفرج القريب بعد الكثير من المشاكل التي يعاني منها صاحب الرؤية والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم